السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم السبت 9 آذار مارس القمر اليوم موجود في برج الدلو ورح ينتقل لبرج الحوت طبعا القمر بما انه حذكرنا في حلقة يوم أمس انه احنا في فترة خلوم مسار او خلوم المسار رح يبدأ في ساعات مساء يوم الجمعة ورح يستمر لغاية الساعة واحدة وثلاث دقائق بعد منتصف ليل الخميز الجمعة على السبت لا ينتقل بعدها القمر لبرج الحوت يعني اليوم القمر كله رح يكون موجود في برج الحوت ورح يظل موجود في برج الحوت لغاية الساعة 12 و19 دقيقة بعد منتصف ليل يوم الاحد على الاثنين لا ينتقل القمر بعدها لبرج الحمل القمر الان موجود في منزلة المقدم وهي منزل الى الخير والثبات والسلامة والمحبة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 47 و49 دقيقة صباحا من صباح اليوم السبت لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة المؤخر وهي منزل الى الربح والعلاج والاتلاف والتفريق والضرر زي ما ذكرنا احنا في فترة خلو مسار خلو المسار بدأ الساعة 56 دقيقة مساء يوم الجمعة بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لغاية الساعة 11 و3 دقائق بعد منتصف ليل الجمعة على السبت لا يستقر القمر بعدها في برج الحوت هذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 11 و3 دقائق بعد منتصف الليل يعني القمر خلاص باستقر في برج الحوت يعني اليوم كل القمر في برج الحوت وبيلعب الجانب الروحي في حياتنا دور مهيمن في هذا الوقت نشعر بعدم القدرة على التركيز على موضوع معين منشكوا ومنكشف عن مشاكلنا للاخرين ومنجد صعوبة في اتخاذ القرارات البعض ممكن يتهرب من المسئولية او من المواجهة والالتزام في بعض الامور كثير من الخاسرين والفاشلين ممكن يعانوا من مشاكل في الحب وبيديروا ظهورهم وبيضرفوا الدموع بالاضافة لذلك بيتغيب عدد كبير من العمال عن العمل بسبب مرض او التهاب او مثلا هيك مشكلة لها علاقة بتهرب من العمل بسبب الملل او الاحباط او عدم الرغبة في العمل في هذا الوقت ممكن بعض الاشخاص يبدأوا علاقة حب جديدة يمكن التأمل والصلاة والمشاركة في الاعمال الفنية مثل الشعر والرسم والتصوير او زيارة المرضى او شراء كاميرا ومعدات فنية او البدء بعمل فني بالنسبة للزوايا الفلكية اول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين زحل هاي زاوية رح تكون الساعة ستة واثنين وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من واجه مصاعب عرقيل بتطلب منا ان نبذل جهد لا نتغلب عليها بانفسنا وان لا نعتمد على الحضوذ بيفتقر البعض لشجاع اللازم لمواجهة مشاكلهم فبيلجو للهروب الى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس ايجابية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة تسعة وثلاثة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولها كأنها مشاكلنا احنا ومن حاول انه نساعدهم قدر الامكان بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بتمنحنا العطف والمودة وبنحظى بالشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الاخر ونجاحات مادية كما انها بتساعدنا على التعرف على اشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين اورانوس وهي زاوية خطيرة نبهنا منها في حلقة المريخ وقولنا هي اخطر زاوية خلال هذا الشهر اليوم ذروتها الساعة 10.54 دقيقة مساء بتوقيت جرينج بيكون في عنا نوع من انواع التردد والخوف من اتخاذ قرار حاسم في حياتنا وهذا الشيء بيجعلنا غريبي الاطوار وعنفين وبسببنا شقاقات عاطفية والبعض بيشتكي من تقلبات في المزاج الجنسي بين الضعف وعدم القدرة تجعلنا مجازفين غريبين الاطوار عنفين وهذا الشيء بيضر بعلاقات الصداقة وبسبب شقاقات عاطفية اما دوليا فهو بدل على احتمال وقوع حوادث مفاجئة كالحرائق والتفجيرات او وقوع الطائرات وحوادث في السك الحديد والزلازل والعواصف ومو برضو ممكن يقع هناك تمرد او انقلاب عسكري او يتم عزل او قتل احد القاد الكبار او برضو ممكن تشهد هاي الفترة مظاهرات او اضرابات في قطاع الصناعة او الصحة بسبع قبع الحريات وممكن تشهد هاي الفترة فضائح اجتماعية او جنسية طبعا في بلد ما ما منحدد البلد ولكن هاي الزاوية تأثراتها الها تسع ايام ورح تستمر تسع ايام قادمات اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس ايجابية بين الشمس وبين اورانوس هاي الزاوية رح تكون الساعة 11 مساء بتوقيت جرينتش بتعزز قدراتنا الادارية بتضفي جاذبية على شخصيتنا كمانها بتعزز قوة الحدث لدينا تمنحنا الابتكار ومواهب الاختراع والانجذاب لكل ما هو جديد وبنعيش علاقات جديدة مع الاصدقاء ونجاح غير متوقع النجاح ممكن يكون عن طريق العلم برضو ممكن نعرف تغيير مفيد يخرجنا من رتابة الروتين بالنسبة للعضاء الاكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الاضافية خلال هذا اليوم طبعا عندنا القدمان اصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية الاندورفين اللي هو الهرمون المسكن للآلام بيصير فيه اليوم بعض التباطئ او الخلل والميلاتونين اللي هو الهرمون المساعد على النوم فهدول الهرمونين يعني بمعنى اخر اليوم نشعر بالآلام اكثر من الايام العادية وايضا بتصيب كثير من الاشخاص ارق او قلق او قلة نوم او كوابيس او احلام طبعا هاي الاعضاء اللي ذكرناها ما بجوز اجراء اي عمليات جراحية كبرى لا الها ولكن كفحصات او اخذ علاجات ما فيه اي مشكلة يوصى هذا اليوم باجراء العمليات الجراحية لباقي اعضاء الجسم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لازالة الشعر الزائد لاخر يوم بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما انه استقر في برج الحوت خلو المسار القادم بيكون الساعة سبعة واربع واربعين دقيقة مساء يوم الاحد احد عشر ثلاث وبيستمر حتى تمام الساعة اتناش وتسعة عشر دقيقة بعد منتصف ليل الاحد على اثنين لا يستقر القمر بعديها في برج الحمل اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمر ثمانية وعشرين يوم في تمام الساعة ثلاثة وخمسة وعشرين دقيقة فجرا نبدأ باليوم التسعة وعشرين نسبة الاضاءة صفر اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم عشرين ثلاثة منتحس بنسبة عشر في المية الان ساعات العصر سعيد بنسبة ثلاثين في المية القمر في الحوت حتى يوم احد عشر ثلاثة سعيد بنسبة خمسة وعشرين في المية الان ساعات الظهر منتحس بنسبة عشر في المية ساعات المساء سعيد بنسبة عشر في المية عطارد في الحوت حتى يوم عشر ثلاثة منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية الزهرة في الدلو حتى يوم 11-3 منتحس بنسبة 50% المريخ في الدلو حتى يوم 22-3 منتحس بنسبة 40% المشتري في الثور حتى يوم 25-5 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% ورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلو حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل تشعروا بالتعب بنال منكم وبتفقدوا رغبتكم في إنجاز مشاغلكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري وإخلدوا للراحة واضف ودوء الأجواء لإعادة الحسابات ولا تخلص من الأمور اللي ممكن ما تفيدك تتراجع نسبة الحضوض وممكن تواجه الشخص بشكل استفزازي أهم شيء إنك ما تبدأ شيء جديد لأنها فترة مخيبة وخاسرة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بتنشطوا بين الأصدقاء وبتجدوا تعاون منهم بوسعكم تحقيق أمنه بمساعدة أحدهم معنوياتكم اليوم مرتفعة وفي شوية حضوض بتدعمكم حاولوا انك تحترموا القوانين والمواعيد وما تماطلوا أعزز شعبيتك وإفرح مع الأصدقاء والأحبة بتنجح في إنعاش العلاقات العامة بالنسبة لموليد برج الجوزة بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل قدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منك أنك تكون على قدر المسئولية فترة فيها شوية صعوبة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بدهم يجروا اتصالات مع أشخاص خارج البلاد أو للسفر البعيد أو الاتصالات البعيدة أو الدراسات الجامعية وبرضو اليوم بترغبوا في التفاهم مع أحباكم أهم مش إنه ما ترتجلوا أي عمل وما تستخفوا بالواجبات فالأضواء مسلطة عليكم كونوا جاهزين لتحمل المسئولية هاي فترة مهمة جدا برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد اليوم بتعيدوا تنظيم هموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب بيجي مصدر شراكة أو تعويض صحتكم أو صحت قريب لإلكم بحاجة للرعاية سارعوا إلى تصحيح الأوضاع اظهر انفتاح أكبر على آراء الآخرين ممكن تسعة لتصحيح مسار بعض الأمور اتكيف مع الأوضاع الراهنة وكون صبور وحاذر من التراجع الصحي برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة تتركز جهدكم نحو تدعيم شراكاتكم وهذا اليوم يوم مناسب لاتفاهم مع شركاء العمل والعاطفة حذروا من المشاكل مع الشريك في العمل والحياة هاي فترة شائكة فما تجازف اضبط أعصابك ومشاعرك السلبية مزاجك متقلب فحاذر الكلام الجارح تتمتع بطاقة كبيرة لكنها بحاجة للانضباط برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بيبدأ العمل بالتراكم لديكم حاولوا انجاز ما بوسعكم من عمل دون اهمال صحتكم هذا اليوم يوم مناسب لممارسة نشاط بدني ممكن تشتكي من الارهاق بسبب كثرة الضغوط بتحتاج لنصيحة أحدهم إذا أردت النجاح في عملك يعني خذ النصيحة باكر لعملك لأن المسؤوليات كثيرة وطارئة هاي الفترة ابدأ بالأولويات ممكن بعضكم يبدأ عمل جديد برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتجتاز بصور عاميهم إيجابي بيبعث على البهج والإنشراح وبوسعكم ممارسة نشاط فني بتعيش أجمل اللحظات وممكن تحقق الأمنيات وتصيب الأهداف بيطمئن بالك وبتفرح لعلاقة جديدة أو لمصالحة أو لتسوية وبتتمتع بشخصية جذابة أهم إشي وظفها يعني لتحسين وضعك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية ممكن اليوم هيك يعني تتوتر شوي أو ترتبك في بعض الأمور حاذر من ردات الفعل ومن المشاكل العائلية هذه فترة مناسبة للاستثمار في مسائل تتعلق بالعقارات أو الانطلاق في ورش الترميم أو تأهيل أي شيء يتعلق بالبيت أو العائلة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بتكثار عندكم الاتصالات والتنقلات ويعتبر هذا اليوم مناسب للقيام بنزهة قصيرة وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع أخ أو جار هذه فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولا يسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بفعالية كبيرة أو تقوم باتصالات واسعة تسفر عن اتفاق ومصالحة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو ممكن اليوم تحصلوا على مبلغ من المال يدخل تحسين على ميزانيتكم ومنكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة لا تغمروا بأموالكم هذه فترة حذرة ماليا ومعنويا فما تتسرعوا باتخاذ قرارات حاسمة أنتوا بحاجة لكل التعاطف والتضامن برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتبدأوا اليوم فترة إيجابية بتعيدلكم نشاطكم المفقود وبوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتعود بالنفع عليكم تستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع أو خطة جديدة بتملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق وبرضو اليوم بيحمل لك خبر سار هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر